فكرة عدم وجود إسرائيل من الذي سيلزم إسرائيل بقرارات متعلقة بإدخال مواد بناء برفع الحصار وأهم من هذا من الذي سيلزمها بأنها ما تدمرش ما يتم إعماره أولا استكمالا لما تفضل به الأستاذ الشرف المسؤولية الأخلاقية والوطنية دعت مصر بألا تدعو هذه الدولة المجرمة التي دمرت قطاع غزة وفي كل عام كانت تقوم بعدوان أو تشين عدوان خلال أقل من خمس سنوات شنت ثلاثة عدوانات على قطاع غزة الأمر الذي يجعل من المسؤولية الأخلاقية والوطنية أن لا تدعى هذه الدولة وأن لا تساوى الضحية بالجلاد كون إسرائيل هي لا المسؤولة المسؤولية المباشرة عن حالة الدمار التي شهادة قطاع غزة وهذا المؤتمر هو عبارة عن تظاهرة سياسية لأصدقاء فلسطين أو الداعمين للحق الفلسطيني والأتينا لكي يقدموا دعما لأجل إعادة الأعمار أو أعمار ما دمره الاحتلال لذلك عندما يصرح اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي لبرمان ويقول بأن إسرائيل هي شركة أساسية في إعادة الأعمار هنا نقف أمام هذا التصريح الخطير الذي يطالب به لبرمان وهذا يدلل على مجموعة من الدلال هي شركة أساسية فعلا لو لا تدمير اللي عملته ما كانش هيبه فيها عدد أمار أولا بأن هناك بدأت حالة من التجاذب وحالة الأصوات الداخل للمجتمع الإسرائيلي وداخل الحكومة اليمنية المتطرفة ترتفع وهذا يهدد باستمرارية التواجد الحكومة والإتلاف الحكومي الإسرائيلي من ناحية ثانية إسرائيل تنظر إلى أنها أصبحت في حالة عزلة دولية بعد حرب وعدوانة على قطاع غزة في ظل حالة التعاطف الدولي الكبير مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني وهنا قد يختلف مع البعض الذين يقولون بأن العالم يراوغ ولكن نحن نحاول أن نعيش مجموعة من الحقاق الموجودة أمامنا بعد خطاب الرئيس محمود عباس قبل أن نتقل النقطة هذه إجابة على ما سألت حضرتك عليه من الذي سيضمن التزام إسرائيل بقرارات مؤتمر إعادة الأعمار؟ أولا فيه هناك اتفاق موقع برعاية مصرية ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي يسمح بوقف إطلاق النار طويل المدى أو لفترات طويلة إلى أن تستكمل المباحثات أو المفاوضات الغير مباشرة ما بين الجانبين من ضمن بنود هذا الاتفاق السماح بإدخال كافة مواد البناء وتسهيل إعادة أعمار قطاع غزة من خلال تقديم كافة التسهيلات من قبل الجانب الإسرائيلي الاتفاق على أن تشرف حكومة الوفاق الوطني على عملية إعادة الأعمار مع تواجد بعض المراقبين للأمم المتحدة وبالشراكة مع الأمم المتحدة هذه تعتبر التزامات من قبل إسرائيل قطعتها على نفسها أمام الجانب المصري الذي رعى التهدية التي جرت ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى أن إذا أردنا أن يكون هناك ضمانات فنحن مطالب من العالم بأجمعه بأن يكون هناك موقف حقيقي وتحميل الاحتلال المسؤولية الحقيقية عما ارتكبوا من جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأنهاء حالة العدوان المتواصل هذا الأمر الذي يدعونا نفكر للحظة لماذا لم تدع إسرائيل إلى مؤتمر إعادة الأعمار بالرغم من أننا كنا نأمل بأن يصدر عن هذا المؤتمر في إحدى توصياته أن تلزم دولة الاحتلال بتقديم مبلغ أو أن تتحمل المسؤولية المالية الكاملة عن إعادة الأعمار ماذا مروا ذلك وفقا للقانون الدولي الإنسان والقانون الدولي إلا أن المشهد ينعكس سلبا أو ينعكس بصورة أخرى عندما نجد بأن دولة الاحتلال ستستفيد من إعادة الأعمار من خلال تنشيط اقتصادها من خلال تصديرها أو توريء من خلال تصديرها لمواد البناء والمواد التي تحتاج لإعادة تأهيل البنية التحتية والبنية الأساسية للمجتمع الفلسطيني هذا الأمر الذي يشكل معضلة كبيرة وهذه نقطة مهمة الحقيقة يعني فكرة أن يتحول تدمير غزة وإعادة أعمارها إلى بيزنس مربح لدولة إسرائيل إلا هيضمن على